ازايكم يا احلى بنات يا رب تكونوا بخير يا رب وصعدة دايما النهاردة انا عملت لكم فيديو مختلف شوية الفيديو النهاردة احنا هنتكلم فيه عن الخامات وعن الادوات اللي انا بستخدمها حاولت ان انا اوضح لكم فيه كل حاجة وابينها لكم وهتكلم معاكم في كل حاجة نقطة نقطة وبستخدمها في ايه يلا بنا نبدأ بالنسبة لاول حاجة ان احنا لما بنيجي طبعا نعمل العجينة ده بيكون شكل العجينة بعد ما بعملها انا بعملها كلها لون ابيض كده وبعد كده لما باجي اشتغل باخد على قد الشغل بتاعي ولونه يعني ما مش بلون القطعة كلها كبيرة كده علشان بعد كده بتبوز يعني فانا بعمل كده طيب دي اول حاجة انا ما باجي الون بلون بايه انا دلوقتي انا بلون بكذا حاجة يعني انا ما بستخدمش نوع الوان واحد اول حاجة انا بستخدمها بستخدم الالوان دي اهي اللي هي الالوان البوستر دي حلوة والالوان الجواش تمام كان عندي برضو النوع ده بس ده خلص مني فلما ده خلص انا جبت ده جبت الانواع جبت النوع ده ودي برضو معظمها خلص يعني 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 مش باقي ما باقيتش مليانة زي العلو طيب الالوان دي لما بتخلص مسلا لو خلص عندك لون او حاجة وانتي عايزة تشتري مكان ولون تاني ما بتبقاش رخيصة برضو بتبقى غالية يعني انا لما روحت اشتري ازازة واحدة بس من دي اه لقيتها في المكتبة بعشرين جنيه رغم ان انا اصلا جايبها لعلبة كلها كنت جايبها مش عارفة بخمسين جنيه او بخمسة وخمسين حاجة زي كده طيب انا دلوقتي هستبدل الالوان دي هستبدلها بايه اول حاجة انا عندي ممكن هستبدلها بيها ايه الوان الطعام دي الوان طعام بس انا حطاف ازايا الصغيرة كده علشان ايه بس ما تفضلش في الكيس وده لون ابيض برضو الوان طعام وده لون اصفر وده لون اخضر دي الوان الطعام اللي موجودة عندي عندك اختيار تاني ممكن تجيب الالوان الاسكيب برضو دي حلوة برضو الوانها سابتة ايه لطيفة في الشغل والالوان بتاعتها زهية مش مش وحشة الالوان الاسكيب دي مش غالية العلبة بخمسة جنيه وبتعود كتير جدا ما شاء الله نفس الفكرة برضو في الالوان الطعام الوان الطعام انا بشتري مثلا بخمسة جنيه بيعود معي كتير اوي تمام وفي بقى دي ايه انا دي مش فكرة اسمها قوي بالزبط بس هي تقريبا اسمها الوان فوسفورية حاجة كده يعني دي انا بستخد منها الالوان اللي ما بتبقاش موجودة في الالوان الباقية دي يعني الفوشيا ما بيبقاش موجودة في الالوان العادية ما بيبقاش موجودة في الالوان الاسكيب فبجيبه من ده دي بخمسة شغل جنيه برضو بتقعد كتير قوي يعني بتقعد كتير جدا دي بالنسبة للالوان تاني حاجة معي وبرضو من الحاجات الضرورية والحاجات الاساسية النشابة انا بس عايز ابيان لكم كل حاجة دي النشابة دي النشابة ان الشابة دي طبعا مهمة في ان انت بتفريدي بيها بتفريدي بيها الشغل آآ وبتقدار تثبوتي بيها لسومك اللي انت محتاجي دي ادوات التشكيل طبعا انت شفتوني وانا شغالة بيها قبل كده بالفيديوهات ادوات التشكيل لو مش موجودة عندك ممكن ممكن تستبدليها بحاجات بسيطة جدا ممكن تستبدليها بخلط سنان مسلا آآ براس دبوس آآ اي حاجة عندك ممكن تقدرش تستخدميها بالنسبة لمصلا قطعة زي دي لو انت عايزة تستبدليها ممكن تستبدليها بغاطة قلم يعني ما تغريزيش الغاطة كله غريزي نوس وكده هتعملك الموضوع ده القطعة دي قصي دي بالنسبة لأدوات التشكيل طبعا الموس والقطر دول مهمين جدا 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 آآ دي خلط السنان آآ في ايه كمان المجبس المجبس بقى ده آآ اه حقولك الاول على اسعار الاسعار الادوات آآ ادوات التشكيل آآ سعرها آآ بتلاتين جنيه تمام في دلوقت المجبس المجبس ده آآ بمية بمية وعشرين جنيه كنت جابة من العتبة آآ هو اسمه مجبس تمام بيجي وبيجي مع الوشوش دي اللي هي دي بيجي مع حوالي عشرين وش تمام آآ ده بقى انا بعمل بالاطارات آآ بعمل بالكتابة آآ كل الحاجات دي بعملها بيعني لو عايز عمل اطار مجدول عايزة اعمل آآ لو هتعملي مسلا الكابكيك وعايز تعملي الكريم شانطيل عليه من فوق آآ هتكتبي كل الكلام ده كله بيعني آآ هو انا بشتغلها به يعني بصراحة بيوفر علي وقته موجود كتير قوي ده بالنسبة للمجبس آآ آآ تالت حاجة طبعا دي الاطعات اللي عندي وعندي اطعات تانية يعني برضو غير دي كتير بس انا يعني قلت ايه انا اجيب لكم اللي قدامي دلوقتي الاطعات برضو اسعارها مع اولا ما بتبقاش غالية آآ في كمان آآ آآ دي اللي هي انا مش عارفة اسمها ايه تقريبا اسمها طبعات حاجة زي كده اهو ده بتحطيها على العجينة كده مسلا ودوسي عليه كده بيطلع لك الشكل اهو كنت جدا من مشكل الاوالب انا بصراحة انا ما بحب الشغل الاوالب يعني انا لو انتم لو ملاحظين انا ما باعتمدش في الاوالب على شغلي يعني او ممكن اكتر 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 طلت اوالب باستخدمهم انا ما عنديش اوالب كتير كمان يعني هي دي كل الاوالب اللي عندي القلب البابي وقلب فرشاط والقلب بتاع آآ بتاع كيتي ده والبرواز والحروف اكتر بصراحة يعني دول اكتر حاجة انا باستخدمهم التلاتة دول البقيين دول ما باستخدمهمش هو مش حابة بصراحة ان انا اشتري اوالب تاني يعني انا ما حبيتش شغل الاوالب طيام ده بالنسبة الاوالب والقطعات القطعات طبعا هتجيبيها من اي محل ادوات منزلية الاوالب بتتبع عند مستلزمات الحلواني وبتتبع اونلاين هي والطبعات ده اه طيب نيجي بقى دلوقتي للحاجات اللي انا ممكن الزق بيها اه احنا عندنا ده اول حاجة ده الايبوكسي ده انا بلزق بيه المجات تمام بتخلطي نسب متساوية من ده ومعدة بتعجنيهم مع بعض وبتلزق بيه المج اه ده بعشرين جنيه لو انت لسه بتبدأ جديدة خليك يفضى ده كويس جدا وسعره مناسب ده الصاروخ الصاروخ ده حلو قوي يا جماعة ده بخمسة جنيه اجيبه من عند الموان ده باستخدمه في ايه ده بلزق بيه راس المصمر من فوق في المدليات يعني مسلا هوريكو حاجة يعني مسلا اه دي مدليات المفاتيح بتاعتي انا بعد ما بثبت من فوق كده اهو بحط بلزق بيه من هنا يعني فوق المصمر على فوق تمام اه ده 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 ورده انا جايبان المجوت ده اللازق اسيا ده حلو قوي قوي اه بس ده مشكلته ان هو غالي شوية بالنسبة لان انت لو لسه بتبدأ جديد اه لا ما انصحقيش بده لان ده سعره هيكون غالي عليك حبا يعني اه بالنسبة لان الواحد لما بيبقى لسه مبتدق بيبقى عايز ان هو ايه ما هيغمرش قوي وما يصرفش فلوس كتير قوي انت مش مش شايف مش هتبقي عارفة لسه دنيتك ماشية ازاي فده خليه ان شاء الله كده لما اه دنيا تمشي معاكو شوية وعموما اه ده بتخلطي مسلا اه صنتي من الازازة الصغيرة ومعها 2 صنتي من الازازة الكبيرة اه وسعره 175 جنيه تمام طيب ده بالنسبة لدول لازق المنقود. طيب نيجي بقى للازق الكلام ولازق الشغل في بعضه بتاع جنتل سروميك. طيب دي اول حاجة عندنا دي غير مخاففة بماية. در عادية خالص من اللي احنا بنعمل منها العجينة انا بحطها وبحط عليها شوية ماية وبخففها. وبالزق بيها. وفيه بقى تاني حاجة اللازق ده. ده حلو قوي برضو. هتلاقوه في المكاتب الكبيرة وهتلاقوه اونلاين وده بخمسة جنيه. الازازة دي بخمسة جنيه. حاجة كده شبه السمغ. بس هو مش سمغ. برضو ده حلو قوي. ده بالنسبة للازق. طيب طبعا انا بقى انا ما باجي اشتري الادوات بتاعتي منزل اشتريها كلها مع بعض. فانا ده عندي دي المادليات. اهو. طيب. كيس المادليات ده. خمسين مادليا. انا باشتريه. اوقات باجيبه بخمستاشر واوقات باجيبه بعشرين. على حسب انا هجيبه. على حسب اللي انا باشتري من عنده يعني. بيبقى فيه خمسين واحدة. اه طبعا بقى اهم حاجة بقى برضو باجيبها للمادليات. المصامير دي. الحاجات دي كلها تتبع بالكياس. زي ما انت شايفة كده. بس طبعا انا وخدا منه برضو والكيس بيبقى فيه اكتر من كده. الكيس ده بخمسة جنيه. فانا بصراحة انا باشتريها كياس يعني. انا باجيب مسلا الكيس بخمسة جنيه من كل حاجة بقى. باجيب من المصامير دي. وباشتري كمان من المصامير دي. اه وطبعا الحلقات. اللي هي الحلقات دي اه مش اه ده. وهو رها لكم اوضح كده. دي الحلقات الصغيرة دي برضو باجيبها للمادليات. لو انا بقى للدليات العربية بستخدم بس هم داخلين في بعضهم كده مش مش عارفة ليه. بستخدم دي. دي بقى مسك فيها بيها لفوق اللي من فوق لدليات العربية. ليه? علشان دي بتبقى آآ تقيلة. آآ ده بيبقى اسمه محمل. اللي هي حلقات المحملة ديت دي بتتحامل اوزان. فدي افضل لدليات العربية. في دي كمان بس دي آآ يعني دي اكبر شوية من دي. بس دي خفيفة قوي فبصراحة انا ما بستخدمهاش. مش حالوة. بس. دي كل الحاجات اللي انا بستخدمها ودي كل الحاجات اللي انت هتحتاجيها. طبعا هتحتاجي كمان مفرش او اي حاجات تشتغلي عليها. آآ بس كده. وعلشان لما يجي الزق الكلام بستخدم الفورشة دي. دي كل الحاجات اللي انا بحتاجها ودي كل الحاجات اللي اي حد بيشت لأي حد بيفكر ان هو يعمل مشروع زي ده. هيكون محتاجها. آآ ان شاء الله انا برضو هعمل لكو زي فيديوهات كده. زي تبدأي مشروع بقى لتكلفة. آآ ها اوضح لكم فيه كل الحاجات دي وكل اللي انت هتحتاجيه بكل الاسعار. ان شاء الله تابعوني فيها. اعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب. وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. واستنوني ان شاء الله في فيديوهات دي هعمل لكم شغلة حلوة قوي وشغلة بسيط تقدر تسوائي وتقدر تشتغلي بيه. وان شاء الله هيجيب لك ارباح كويسة جدا. ان شاء الله هيجيب لكم. شكرا